أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأم والاستقرار الذي يعد رقيزة أساسية في تقدم الأمم جاء ذلك خلال اجتماع سيد رئيس مع أعضاء المجلس الأهل للجهات والهيئات القضائية في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق حيث أكد السيد الرئيس كذلك حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كنهج ثابت اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور السيد المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء النصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم كما أشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة وأضف المتحدث الرسمي أن سادة أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص السيد الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون وقد استعرض السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة كذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنصيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكانة كل المنظومة القضائية من ناحية أخرى شدد السيد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها مؤكدا سيادته على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاد عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي اشتركوا في القناة